تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح السعادة وصباح الصحة ويومكم مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية دائما مستمعين الأعزاء الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان نرحب بكم مستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي أرحب بفريق العمل المبدع معي فريق العداد بهيئة الصحة بدبي وفي التنسيق والمتابعة لأخت نجاة السويدي وبيكون معانا في الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل وأنا محدثكم عبد الله محمد جمع ومن خلال برنامج صحة وسعادة دائما مستمعين الأعزاء أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام وعلى الرسائل النصية القصيرة ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء ومثل ما عودناكم دائما أول فقرة فقرة الأخبار العالمية والمحلية واليوم عندنا خبر تحت عنوان نقص فيتامينات بي 12 يتسبب في ضعف البصر ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي سواء على صفحات هيئة الصحة أو صفحات ذات العلاقة في أشئون الصحية وبتعطينا المستجدات خذنا أسمى الجناحي من هيئة الصحة بدبي وأما عن موضوعنا اليوم مستمعين الأعزاء حديثنا بيكون عن مركز إدارة حالات كوفيد-19 والمسافرين وأيضا بنتطرق عن موضوع التعافي في دبي بتكون معايا عبر الهاتف الدكتورة إشراق زيد ناصر مشرف عمليات مركز إدارة الحالات كوفيد-19 بهيئة الصحة بدبي وبنتحدث في البداية عن طبيعة عمل ودور مركز إدارة الحالات كوفيد-19 بهيئة الصحة بدبي وأيضا عن المهام والمسؤوليات هذا المركز وأيضا حديثنا بيكون معاها عن خطوات التعافي تمضي فيه دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة وبيكون حديثنا معاها عن هذه الخطوات وكيفية أيضا العمل بها خلال المرحلة القادمة وأيضا بنتكلم عن المسافرين والقادمين عفوا من خارج الدولة وبعض الإجراءات بهذا الموضوع وأيضا حديثنا بيكون معاها عن إجراءات العزل للحالات المشتبه بها كوفيد-19 ومواضيع أخرى حول هذا الموضوع والموضوع بتكون معانا عبر الهاتف الدكتورة إشراق فهذه كلها مواضيعنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الإرقام وعلى الرسائل النصية القصيرة ونرجع لفقرة الأخبار واليوم تحت عنوان نقص فيتامين بي 12 يتسبب في ضعف البصر يمكن أن يحدث نقص فيتامين بي 12 بي 12 لدى أي شخص تقريبا وقد تظهر أعراض غير عادية ممن يعطي بعض الأحيان تحذيرا بأن الجسم يتطلب المزيد من مستويات بي 12 ويعد أيضا بي 12 ضروريا للغاية للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام ولكنه قد لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي من الفيتامين في نظامهم الغذائي وعندما يحدث هذا قد يشعر بعض الناس بالدوران بشكل سريع والارتباك وأيضا قد يتأثر قدراتها على المشي أو قد يكون لديه اضطراب في الرؤية في كثير من الحالات وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن هذه عادة ما تتطور تدريجيا ولكن يمكن أن تتفاقم إذا لم يتم علاج الحالة وأنا ننتقل من فقرة الفيتامينات وإلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخذ أسمى الجناحي اختياتنا صباح الخير صباح النور صباح النور والسعادة اغتيسمة وشو عنا اليوم المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي نأخذ جولة في أشياء فاصل قناة تواصل الاجتماعي ويبدأها بأكثر الأسئلة شو عن اللي كانت موجودة عنه السؤال الأول هل يمكنني تغيير نوع اللقاح إذا أنا كنتم أخذ نوع معين مثلا السؤال اللي وصلنا أخذ نوع معين في شهر أربعة من اللقاح هل أقدر أخذ نوع ثاني اليوم مثلا أو في هالفترة في الوقت الحالي لا ينصح لأخذ أكثر من نوع اللقاح لمرض واحد لكل الأمراض إنما يستناخذ أكثر من نوع لقاح لنفس المرض وهذا نفس الشيء ينطبق على كوفيد-19 وولينا الحين وحتى الآن لا يوجد تحديد المدة الفاصلة والآمنة لأخذ نوع آخر من اللقاح هذا بالنسبة للأسئلة الأول السؤال الثاني هل هناك علاقة بين تطعيم كوفيد وفحص الفي سي آر أو نتيجة الفحص الفي سي آر أيضا لا يوجد أي رب أو أي علاقة بين نتيجة فحص النخضري لكوفيد-19 لكوفيد-19 ولقاح طفل لا يوجد أي علاقة بينهم لا يوجد أي ربط بينهم حيث أن التطعيم لا يسبب المرض نعم أيضا منظم الأسئلة للأسئلة لكوفيد-19 من ضمن الأسئلة هل ممكن الحضور من دون موعد جميع الأشخاص يجب أن يكون من خلال المواعيد المسبقة والمواعيد المتوفرة في التطبيق ويمكن يدخلونها الحضور الحالي نحن نحطين المراكز التي فيها مواعيد التي ستطلع لهم في التطبيق فلما يدخلون يكون أسهل لهم أن يدورون المركز الذي يناسبهم حتى بموقعهم أو حتى بوين ما هم ساكنين أيضا من ضمن الأشياء التي كانت تصلنا هل ممكن للي عندهم بيضة سياحة أو زيارة أنهم يأخذون اللقاح اللقاح هو لحاملين إقامة دبي والأشخاص الموجودين في دبي التطبيق في الموفق وحاملين إقامة إمارة أخرى لاقي ساكنين في دبي فقط في هذه الحالتين ممكن أنهم يأخذون موعد في مراكز هذه الصحة بالنسبة للأسئلة بمخصوص لقاح سينو فارم وين متوفر هنا قائمة بالمتشفيات الخاصة في دبي التي يتوفر لقاح سينو فارم وهي موجودة أيضا في حسابات قانوان التواصل الاجتماعي وموجودة عندنا في الحساب تقريبا هذه الأشياء التي كانت يدور حول أكثر الأسئلة شيوعا بخصوص لقاح COVID-19 ونحن دائما موجودين للإجابة على كل استثاراتهم ودمتهم بصحة وسعادة دمتي بصحة وسعادة شكرا لك اختي أسماء الجناحي على هذه المستجدات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي بهيئة الصحة في دبي مستمعين الأعزاء مركز إدارة حالات COVID-19 والمسافرين حديثنا بيكون بعد الفاصل مع الدكتورة إشراق زيد ناصر مشرف عمليات مركز إدارة الحالات COVID-19 بهيئة الصحة في دبي بعد الفاصل صحة وسعادة مستمعين الأعزاء مرحبا بكم السهلة ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة التي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي أرحب بتواصلكم مع مستمعين الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 وننتقل إلى موضوعنا لهذا اليوم تحت عنوان مركز إدارة حالات COVID-19 والمسافرين تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة مستمعين الأعزاء ومدينة دبي بخطوات متسارعة نحو التعافي من COVID-19 طبعا وسط إجراءات وقائية متطورة وتدابير احترازية تم اعتمادها لحماية أفراد المجتمع وتعزيز وقايتها من الأمراض والأوبئة بما فيها فيروس كورونا لأكثر طبعا مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يشرفني أن تكون معي اليوم عبر الهاتف الدكتورة إشراق زيد ناصر مشرف عمليات مركز إدارة الحالات COVID-19 بهيئة الصحة بدبي دكتور إشراق صبحت الله بالخير والنور والعافية صبحت الله بالنور والسرور والعافية الله يحييك دكتورة طبعا نحن سعداء جدا وجودت معانا اليوم دكتورة في برنامج صحة وسعادة للحديث الحقيقة عن هذا المركز الرائع مركز إدارة حالات COVID-19 وأيضا حديثنا اليوم بيكون معاك أيضا في بعض المواضيع الجميلة اللي أيضا نحن شفناها اليوم كعناوين في الصحف عن دبي تسرع عملية الانتعاش وأيضا أحد المواضيع أو العناوين دبي تخفف من قيود كورونا مع الالتزام بالتباعد والكمامة ولكن قبل هذا دكتورة نحب الحقيقة أن تعطينا توضيح عن طبيعة عمل ودور مركز إدارة حالات COVID-19 شكرا للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة لجهودهم في التصدي لهذه الجائحة شكرا لكم دكتورة الحقيقة على عملكم الجبار في هذا الموضوع والعمليات وإدارة الحالات وبالأخص فريق العمل اللي يشتغل معاك دكتورة في هذا المركز كل الشكر والتقدير لكم أيضا شكرا لكم طبعا منذ ظهور وضع COVID-19 استجابت دبي اتخاذ أدابير صحية سريعة وفعالة بالهدف بالحفاظ على صحة وسلامة أخبار المستمت وتم إنشاء مركز إدارة حالات COVID-19 في مرحلة مبكرة حيث يعتمد على البيانات والعلوم بوحد جميع الجهود في إمارة دبي ووضع استراتيجية للتصدي لهذا الوباء واستخاذ أدابير للمحافظة على حياة الأفراد وتقليل انتشار الوباء بإذن الله وجود نظام صحي ومنظومة صحية متكاملة من أهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى نسبة أستطاع التعاقي عبران لوجود العلاج لكافة الحالات سواء كانت عندنا الحالات بسيطة أو الحالات الحارجة بناء على بروتوكولات عالمية تتبنى هذه الصحة في دبي وأيضا من العوامل التي تشاعد على ذلك وزيادة عدد الكثوثات واكتشاف الحالات المبكرة الأجراءات التي تولاها المركز هي رحلة مريض كوفيد كاملة اتداعا من عمل الفحص المغمري بشئات بحالة ظهور نتيجة إيجابية إلى مرحلة التعافي من الفيروس انتهاءا باستلام شعادة العزل وخلال هذه الفترة يتم التواصل مع المريض أقول عبد الله أننا نحن 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 أن خلال هذه الفترة يتم التواصل مع المريض ومتابعة حالة في عافقر وتأكد من صحابي نعم طبعا دكتورة يعني طرق التواصل كثيرة وعديدة الحقيقة لأن أيضا دكتورة أشراقي يعني الحالات تختلف من شخص إلى آخر بعض الأشخاص ممكن أن يحتاج إلى دخول المستشفى البعض الآخر لا يحتاج فأكيد هناك سياسات وضعتوها واتخذتوها كإجراءات يعني تواصل تختلف من شخص إلى شخص حسب حالته صحيح في حالة ظهور نتيجة التحليل الإيجابية يتم التواصل مع المرضى بالطرق مختلفة وتحديد نوع الحالة أو أن كانت الحالة بسيطة أو الحالة حرجة ويتم التواصل معه حسب نوع الحال دكتورة أشراق أتوقع أنه عندنا شوية صعوبة في سماع صوتك لو شوية تغيرين المكان أو إذا كنت حاطت السماعة وممكن عن طريق الهاتف مباشرة إن شاء الله إن شاء الله ألساني بسيطة أوضح جيد وايد واضح شكرا دكتورة دكتورة أيضا من الأمور اللي حابين نعرفها الحقيقة بخصوص موضوع الإجراءات يعني تنفيذ المهام والمسؤوليات اللي يتولاها مركز إدارة حالات كوفيد-19 في هيئة الصحة نعم صفح طبعا لا يخفى عليكم أننا قطعنا مع بعض شوط كبير بحمد الله أيضا كان النجاح حاليا والآن تزداد أهمية الانتزام بالتباعد الجسدي بشكل كبير والأخذ بالتدابير الوقائية ويعد اللقاح الوسيلة المثلة لهزيمة هذه الجائحة حيث كلما ارتبعت نسبة التصعيم في المجتمع كلما زادت نسبة المناعة وبالتالي كلما اقتربنا للوصول للتعافي باكتساب المناعة الجماعية من خلال اللقاح أو عن طريق اللقاح هو الوسيلة الأنجح للقضاء للضعي نعم طبعا دكتورة أكيد هناك إجراءات تم وضعها من قبلكم بكل الأمور والإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا وأيضا دكتورة لو قبل لناخذ الفاصل وندخل في حديثنا الآخر الحقيقة عن موضوع التعافي نحب أن ناخذ تفصيل أكثر عن رحلة المتعافي المصابي فيروس كورونا سواء كان قبل أو بعد صحيح تبدأ رحلة المريض من خلال عمل الفحص المخبري بفئات في حال كانت نتيجة التحليل الإيجابية يتم التدخل من قبل الفريق المعني حيث يتم متابعة المريض خلال هذه المرحلة وهي بالعادة تكون عشر أيام وتعتمد على حالة المريض إلى التعافي من المرض وبعد التعافي من المرض أيضا يتم التواصل مع المريض والتأكد من صحته وتقديما لازم إليه بما فيه إذا احتاج فهادة فهادة العز نعم طبعا دكتورة هناك أكيد نحن نعرف أنه في وسائل كثيرة أو خدمات كثيرة الحقيقة وضعتها هيئة الصحة بدبي مع إدارة هذا المركز في متابعة حالات المصابين سواء في المستشفيات أو أيضا حتى في البيوت وأيضا هناك دكتورة خدمات منزلية لو نتكلم عنها بشكل سريع كيف يتم متابعة الحالات المرضية في البيوت صحيح عندنا طرق مختلفة لمتابعة الحالات المرضية ومنها عن طريق الاتصال المباشر في المريض أو عن طريق تطبيق كوفيد-19 DXB لهئة الصحة في جبي وأيضا في حال تن إصابة الشخص ويحتاج إلى بعض الفصوصات الأخرى يتم نقله إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم يتم تحديد وضع المريض واختيار ما إذا كان يحتاج إلى العزل المؤسسي أو الدخول إلى المستشفى أو البقاء في المنزل ومطابعة حالته عن بعض نعم طبعا أكيد دكتورة هناك عندكم أيضا تم وضع إجراءات ويعني سياسات تختلف من المصابين أيضا بكوفيد-19 وأيضا كبار السن لهم أولوية خاصة من حيث تقديم الخدمات ومتابعة حالاتهم بشكل مستمر خلال الساعة وكان هناك أيضا في تنسيق بين مركز إدارة حالات كوفيد-19 والمراكز الأخرى بهيئة الصحة بيت بي لو نتحدث في هذا الجانب نعم صحيح حيث تقوم هيئة الصحة بيت بي بعطاء الأولوية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم يتم أعطاءهم الأولوية والتواصل معهم وتحديد نوع الحالة والتأكد من حالة الشفاء واستمرار التعافي دون الحاجة إلى الدخول للنسيق صحيح وطبعا هذه الإجراءات تمت الدكتورة بوضع الكثير من الخدمات التي تم وضعها بهيئة الصحة بدبي هناك طبعا كثير من التطبيقات الذكية والبرامج الذكية التي تم اعتمادها لسهولة التواصل مع المصابين بكوفيد-19 هناك طبعا مبادرة طبيب لكل مواطن ومبادرة دوائي والكثير من المبادرات التي أيضا دكتورة إشراق سهلت عملية التواصل بين المصاب وأيضا بين الفريق الطبي المعالج صحيح أدنا العديد من الطرق ومنها يستطيع المصاب أو أي شخص على أرض الدولة اختيار الطريقة عن طريق التواصل أو الاتصال بالخط الساحن لهيئة الصحة في دبي 8342 ثم اختيار الوسيلة لأنشب له أو عن طريق تطبيق هيئة الصحة في دبي نعم دكتورة إشراق زيد ناصر مشرف عمليات مركز إدارة الحالات كوفيد-19 وهيئة الصحة في دبي بتكونين معنا وبعد الفاصل بنكمل الحديث معاك دكتورة وبنتطرق أيضا للخطوات المتسارعة نحو التعافي مستمعين الأعزاء بناخذ فاصل وبعد الفاصل بنكمل حديثنا مع دكتورة إشراق زيد ناصر مشرف عمليات مركز إدارة الحالات كوفيد-19 شبهية الصحة في دبي خلكم مالنا فاصل وراجعين صحة وسعادة مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي نرحب بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعلى الرسائل النصية القصيرة اسم اس أربعة صفر صفر ستة ومعنا عبر الهاتف اليوم الدكتورة إشراق زيد ناصر مشرف عمليات مركز إدارة الحالات كوفيد-19 بهيئة الصحة في دبي وحديثنا مع الدكتورة إشراق عن مركز إدارة حالات كوفيد-19 والمسافرين مرحبا بجدكتورة مرة ثانية معنا في برنامج صحة وسعادة الله يحيي دكتورة نكمل حديثنا ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة بأن هناك بعض العناوين الصحف اليوم عن دبي تسرع عجلة الانتعاش وأيضا دبي تخفف من قيود كورونا مع الالتزام بالتباعد والكمامة طبعا كل خطوة دكتورة من خطوات التعافي تمضي فيه دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة هو مكسبا حقيقيا للجميع كيف تتم دكتورة مواصلة هذه الخطوات المهمة حاليا نحو التعافي الحقيقة أخويا عبد الله الجميع خلال هذه المرحلة كانوا على كفاءة عالية جميع الفرق تاهمت بالعمل بروح الفريق الواحد ولم يدخل أحد عن واجبه أو يمتعد خوفا من البعض والآن سنكمل ما بدأنا بإذن الله عن طريق تكثيف الفحوصات والتوعية بأهمية اللقاح لننتصر معهم جميل الدكتورة أيضا من الأمور المهمة اليوم وتماشيا مع سياسة الدولة بموضوع خطوات التعافي أو الخطوات المتسارعة نحو التعافي من كوفيد-19 حابين أيضا نتكلم معاك دكتورة عن موضوع المسافرين بالنسبة للقادمين عفوا من خارج الدولة لو تعطينا يعني جانب توضيحي بالتفاصيل الخاصة بالإجراءات المنظمة لحركة القادمين فيما يخص كوفيد-19 صحيح أخي عبد الله هناك عدة إجراءات متبعة للمسافرين القادمين إلى إمارة دبي للحد من انتشار فيروس كورون تقوم هيئة الصحة في دبي بتأمين مختلف منافذ دبي منافذ دبي نقصد فيها سواء كانت الجوية أو البرية أو البحرية ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية والفحوصات اللازمة لجميع القادمين لو بنتكلم شوي عن الإجراءات المتبعة بتأم الإجراءات بإزامية عمل اختبار كوفيد-19 في منافذ دبي للمسافرين القادمين حتى وإن كان المسافر يحمل نتيجة اختبار سلبية عند القدوم مع الحاجة للحجر إلى حين ظهور النتيجة على المسافر القادم أن يبقى في المنزل إلى حين ظهور نتيجة التحليل ومن ثم يتم الطلب أو يطلب من المسافر تحميل التطبيق الذكي التابع لهيئة الصحة في دبي وهو تطبيق كوفيد-19 DXD والتزديل فيه بعد ذلك في حال كانت نتيجة الفحص السلبية مع عدم وجود أعراض يتم انتهاء فترة الحجر ولا يبقى المسافر لمدة عشر تيام في حال كانت نتيجة الفحص السلبية مع عدم وجود أعراض يتم انتهاء فترة الحجر أما في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية لسنح الله يتم متابعة الحالة من قبل طريق إدارة حالات كوفيد-19 واتخاذ الإجراءات اللازمة للمسافر وتوفير خيار العزل أو التحويل للمستشفى حسب الوضع الصحتي والأعراض المسافر نعم دكتورة شراخي قبل أن ننتقل إلى موضوعنا القادم عن موضوع أيضا تعاملاتكم يعني كيف تتعاملون مع حالات التي يتم إثابة الإصابة بفيروس كورونا عندنا استفسار من أحد المستمعين السؤال يقول أبسل الدكتورة ماذا تعني كلمة التعافي وهل معناته يعني إزالة الكمامة مثلا أو العودة إلى الحياة الطبيعية ما قبل كورونا صحيح طبعا دكتورة يمكن هذا الكل يسأل هذا السؤال اليوم يبون يعرفون مثلا كلمة التعافي وهل نحتاج أن نحن ما زلنا يعني أولين متى بنستخدم الكمامة صحيح طبعا مرحلة التعافي نقصد فيها شفاء المجتمع من المرض نعم والتعافي يحتاج إلى جهود الجميع صحيح جميعا علينا أن نتقاتل إلى أن ننتصر على هذا المرض وفي حال كان الشخص سليم مع عدم وجود أعراض سوف نستمر بوضع الكمامات جميعا إلى فترة يتم فيها تغيير الوضع ونواقب التطورات وإن شاء الله قريبا سننتصر إن شاء الله إن شاء الله قريبا جدا دكتورة مع طبعا مثل ما ذكرتي يعني جهود الجميع سواء مؤسساتنا الصحية ومثل ما ذكرتي دكتورة يعني دكتورة إشراق مع أيضا الفرق العمل التي تعمل خلال الساعة وأيضا الجانب المهم اللي هو دعم وتكاتف أيضا أفراد المجتمع خلال المرحلة القادمة دكتورة يعني حديثنا أيضا معاتش نحب نعرف أكثر عن كيفية تعاملكم مع الحالات القادمة التي يثبت إصابتها بفيروس كورونا وشو الإجراءات اللي تم اتخاذها سواء كانت يعني الشخص هذا يحتاج إلى بعض الإجراءات الخاصة صحيح في حال كانت النتيجة الإيجابية أقوية عبد الله يتم متابعة الحالة من قبل إدارة حالات كوفيد-19 واتخاذ الإجراءات اللازمة للمصاب حيث يتم التواصل مع المريض وأخذ البيانات ويتم التأكد من صحته في حال كانت الأعراض بسيطة ويستطيع المريض مواصلة العجل في المندل يستطيع إكمال فترة العزل عشر أيام وفي حال تم التعافي وبعد العشر أيام في حال عدم ودود أي أعراف يستطيع الخروج دون الحاجة لإعادة الفحص أما في حال كانت الحالة حرجة يتم نقل المريض للمستشفى أو في حال عدم قدرة المريض على توفير العزل المنزلي يتم نقله إلى العزل المؤسسي فيكون تحت أحدى منشآت الدولة نعم طبعا دكتور أكيد هناك تم وضع من قبلكم بعض الإجراءات أيضا الخاصة بموضوع العزل الصحي وللحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا لو تحدثين عن الجانب التوضيحي حول هذا الموضوع صحيح نحن عندنا أخويا عبدالله عندنا مصطلحين عندنا العزل وعندنا الحجر الحجر يكون للحالات المشتبه فيها أو المخالطين للحالة الإيجابية المؤكدة ويجب أن يبقى لمدة 10 أيام أيضا أما لحالات العزل عندنا نوعين من العزل سواء العزل المؤسسي أو العزل المنزلي يبقى المصاب بفيروس كورونا نستجد في العزل لمدة 10 أيام في حال لم يصاحب المريض وجود أي أعراض أو إذا كان المريض من أصحاب الأعراض البسيطة العزل المؤسسي هو بقاء المصاب في المنزل العزل المنزلي عفوان هو بقاء المصاب في المنزل أما العزل المؤسسي يكون في إحدى منشآت الدولة صحيح وطبعا دكتور أكيد هناك مثل ما ذكرنا في بداية الحديث بأن طرق التواصل المختلفة التي اتخذتها هيئة الصحة بدبي للتواصل مع المصابين الخاص في موضوع العزل المنزلي كثيرة على أساس أن يتم هناك دائما في تواصل بين المريض أو المصاب إن صح التعبير والفرق الطبية أو الفريق الطبي المعالج دكتورة أيضا من الأمور اللي حابين نعرفها منت عن يعني هل هناك متابعة أو رصد لضمان أيضا عدم مخالفة المشتبه فيهم لإجراءات العزل ما هي هذه الطرق والإجراءات التي تم اتباعها من قبل مركز إدارة الحالات صحيح أخويا عبدالله عندنا فريق التقصي وهو المسؤول عن متابعة المرضى وأيضا هناك قائمة المخالفات والغرامات المحدثة عندنا قائمة محدثة بمخالفة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وفي القائمة عندنا أكثر عن نقطة ومنها هي مخالفة إجراءات الحجر المنزلي في نظام التتبع الإلكتروني وأيضا عندنا مخالفة منع أو تقييد التجمعات وعندنا أيضا مخالفة عدم الاجتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي أو في المنشآت الخاصة في الحجر حيث يقوم الصريق بمتابعة الحالات وطبعا عندنا معروفة للمخالفات والغرامات وممكن تحصلونها في المطع الهيئة الصحة في جديد ومتوفرة في كل مكانية الآن نعم طبعا دكتور أكيد كل هذه الإجراءات والسياسات تم نشرها في المواقع الرسمية لهيئة الصحة بدبي وذلك لمعرفة الناس بالنسبة للإجراءات الخاصة بموضوع المخالفات المشتبه بهم أو بعض أيضا الإجراءات الخاصة بالإجراءات الوقائية والإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا أيضا من الأمور الضرورية دكتورة اللي حابين أيضا نعرفها عن موضوع بالنسبة لمخالطية الحالات المصابة كيدناكي طبعا تم وضع إجراءات معينة من قبلكم من مركز إدارة الحالات لو نتحدث معات أيضا دكتورة في هذا الجانب صحيح لدينا أخي عبدالله اللي هو تقصي الحالات المخالطة الشخص المخالط هو الشخص الذي يخالط الحالة الإيجابية المؤكدة ويكون على مقربة منه لمسافة مترين أو أقل لمدة 15 زقفة أو أكثر لهذه الحالة يعتبر الشخص مخالط بحالة إيجابية مؤكدة قد يكون المخالط من المنزل قد يكون من العمل وأيضا هناك المخالطين للمسافرين القادمين من خارج الدولة هناك عدة إجراءات الإجراءات المتبعة للمسافر المخالط بالحالة الإيجابية المؤكدة من خلال أحدى منافذ إمار إثنين في حال تم تأكيد وجود حالة إيجابية مؤكدة يقوم طريق التقصي لتتبع المسافرين المخالطين ونفس ما قلنا قبل اللي هم على مقربة من الشخص المخالط بمسافة مترين أو أقل في حال كان الشخص المخالط في المنزل يتم أيضا متابعة حالة المخالطين والتواصل معهم أيضا وفي حال ظهور أعراض يتم نقلهم إلى المستشفى ويطلب منهم عمل التحاليل المازل دكتورة أشراق عندنا سؤال من أحد المستمعين يقول أنه أخذ اللقاح فايزر بيونتيك يعني صار لشهرين ما أخذ اللقاح ولكن بسبب عدم وجوده في الدولة هو حاليا خارج الدولة فهل ممكن يعني بعد ما يرجع البلاد هل يقدر يأخذ نوع آخر من اللقاح ولأنه يقدر يستمر ويأخذ الجرعة الثانية من فايزر بيونتيك حقيقة أخوية عبد الله نحن ما ننصح بأخذ أنواع مختلفة من اللقاح ويجب أن يلتزم الشخص بمدة أو الفترة المحددة للتصعيم حيث يأخذ الجرعة الأولى بوقت محدد ثم الجرعة الثانية أيضا بوقت محدد يعني هو حاليا دكتورة متأخرة توقع عن الجرعة الثانية وغير يعني خارج الدولة فسؤاله يعني بعد ما يرجع هل يحتاج أن يأخذ الجرعة الأولى ولا أن يكمل الجرعة الثانية حسب البروتوكول يعني المدة بين الجرعتين صحيح أول ما يرجع لابد يتواصل مع الهيئة ويتابع المريض المسؤول عليه وإن شاء الله بيحدث بس يفضل أنه يستمر على نفس النوع اللي خدا أول شيء ما يغير الأنواع لهذا السبب نحن دائما أيضا دكتورة نذكر مستمعين الأعزاء هو الالتزام بالمواعيد مهمة وضرورية جدا على أساس أنه يتم أخذ اللقاح بشكل جيد والمدة اللي تم وضعها حسب الإجراءات وبروتوكولات العالمية ضرورية للتقيد بها من قبل أفراد المجتمع دكتورة لو نتحدث أيضا معاك عن بعض الإجراءات الخاصة بمركز إدارة حالات كوفيد-19 اللي تتعلق بالقادمين للدولة يعني بما يخص الإجراءات الوقائية والاحترازية يعني ذهابهم إلى أماكن السياحة في الإمارة سواء المراكز التسوق أو الأماكن الأخرى طبعا يعني مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا صحيح أخويا عبدالله طبعا أخويا عبدالله في حال وصول المسافر إلى إمارة دبي سواء كان عنده صحص من قبل أو في حال ظهور نتيجته كانت النتيجة السلبية يتم عمل صحص آخر في إمارة دبي للتأكد من حالة الشخص القادم من خارج الظولة ومن ثم يطلب من الشخص المسافر البقاء في المنزل إلى حين ظهور النتيجة لماذا؟ للتأكد من عدم وجود الضعف وبالتالي سنحافظ على سلامة الشخص وسلامة المجتمع في حال كانت نتيجة سلبية يستطيع أن يواصل حياته الطبيعية ويستطيع الخروج أما في حال ظهور النتيجة إيجابية في حال كانت النتيجة الإيجابية يتم التواصل معه وتعريسه بفترة التعافي وتوضيح الإجراءات المتبعة حسب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا دكتورة عندنا سؤال من أحد المستمعين عن موضوع وقت العزل المنزلي فهو يقول أنه صار لتقريبا سبوع ومصاب بالفايروس ولكن ما عنده دكتورة أي أعراض يعني العراض الخاصة بالفايروس فهل سؤاله أنه يستمر لمدة 14 يوم أو البروتوكولات الحديثة اللي هو عشرة أيام للوجود بالمنزل أو العزل المنزلي صحيح أخوي عبدالله بس نحن 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 نوضح أن أكثر الحالة المصابة لا يكون عندهم أي أعراض وتكون الحمد لله تكون أمورهم طيبة ما عندهم أعراض ففي هذه الحالة نحن نطلب من الشخص البقاء في المنزل لمدة 10 أيام كاملة نتأكد بس نتأكد أن الجسم ما يحمل الفايروس وأيضا خلال السبع في اليوم السابع إلى اليوم العاشر يقل حدد البعض بس يجب علينا اتباع البروتوكولات العالمية وهي بقاء المريض 10 أيام في المنزل لضمان صحة المريض وصحة أفراد المجتمعين وهذا أيضا دكتورة يعني جانب مهم جدا يعني بالنسبة لي أيضا يعني نحن توصلنا كثير دكتورة من الأسئلة حول موضوع الشخص اللي ياخذ مثلا الجرعة الأولى من اللقاح أي نوع من اللقاحات المعتمدة في الدولة فيعني ما يهتم عفوا بالإجراءات يعني الوقائية والاحترازية اللي هي يعني التباعد الجسدي ولبس الكمامة وغسل اليدين لأنه يعتقد بأنه خلاص أخذ الجرعة الأولى ويعني هو يعني ما عنده أو صعب أنه يصاب بالفيروس علما بأننا دكتورة هناك الكثير من الحالات نحن نعرف أنه أخذ الجرعة الأولى وأصاب بفيروس كورونا فشو تقولين في هذا الموضوع؟ صحيح نحن ننوه ونأكد على الجميع أن حتى إذا تم أخذ اللقاح يجب ارتداء الكمام والانتزام بالتدابير الوقائية لأن اللقاح أبارة عن وسيلة لهزيمة هذه الجائحة وأيضا كلما ارتفعت نسبة التطعيم في المجتمع كلما زادت المناعة ولكن اللقاح يساعد في مرحلة التشافي ولكن لا يمنع من الإصابة بالمرأة نرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإن شاء الله ننتصر على هذا الفيروس قريبا وترجع الحياة لطبيعتها إن شاء الله دكتورة نتمنى إن شاء الله بأن ترجع الحياة طبيعية ويعني مثل ما نشوف إن شاء الله الإجراءات الحالية في موضوع التسارع الحقيقة حول موضوع التعافي فهذا هو دائما إن شاء الله شعارنا ونتمنى إن شاء الله أن نشوف هاي الأمور في أقرب فرصة دكتورة يعني خلال آخر دقيقة حابين أيضا أن إذا عندك رسالة توعوية معينة يمكن أن توجهينها الآن للمستمعين أو مستمعين الأعزاء والمتابعين لنا في كل مكان حول هذا الموضوع اللي تكلمنا فيه اليوم سواء مركز إدارة حالات كوفيد-19 أو الإجراءات الخاصة بالمسافرين أو موضوع التعافي صحيح بس أخويا عبد الله حابين نشكر الجميع على التعاون وأيضا لا ننسى إننا نحن قطعنا شوط كبير الحمد لله واليوم إن شاء الله بنكمل ما بدينا والآن تزداد أهمية الإتزام بالتباعد الجسدي بشكل كبير وأخذ التدابير الوقائية ويعد اللقاح والوسيلة المثلة للمتهابه الجمحة وأيضا إن شاء الله نحن قاعدين نقترب للتعافي وإن شاء الله نصل لمرحلة تكساب المناعة الجماعية من خلال اللقاح وسوف نستمر وكما كان الجميع على كفاءة عالية جميع الفرق فهمت بالعمل بفرق واحد إن شاء الله اليوم بنستمر وإن شاء الله بنعدي هذه المرحلة معي إن شاء الله دكتورة إشراق زيد ناصر مشرف عمليات مركز إدارة حالات كوفيد-19 بهية الصحة بدبي شكرا دكتورة إشراق ليتشو شكرا لفريق العمل المبدع معات الحقيقة وعملكم الجبار حول موضوع إدارة حالات كوفيد-19 وأيضا عملكم المستمر والدائم حول موضوع أيضا يعني الإجراءات الوقائية وتثقيف أفراد المجتمع عن الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا شكرا أخوي عبدالله وشكرا لك شكرا لك دكتورة مستمعين الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم بعد حديثنا مع الدكتورة إشراق عن مركز إدارة حالات كوفيد-19 وكانت الإجراءات الخاصة بالمسافرين والواصلين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات علمية وصحية مفيدة وهذا هو دائما مستمعين الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة أحب أني أشكر فريق العمل المبدع كان معي اليوم فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي وأيضا في التنسيق والمتابعة لأخذ نجاة السويدي وفي الإخراج كان مخرجنا المتعلق دائما لأستاذ أيمن سرحيل وتقبلوا تحياتي أنا عبدالله محمد جمعة ودمتم جميعا بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة